مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية هذا الكلام أثار مخاوف الموظفين والمرضى لا سيما أنه صادر عن أكبر مسؤول في الدولة اللبنانية فتصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب نقاطي التهويلي يستوجب التوقف عنده لما يحمله من خداع علني للشعب اللبناني مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع لا تأمين الدواء ولا تأمين المعاشات والمعاشات بالعملة الأجنبية باللبنانية لا نستطيع ولا نستطيع أيضاً العمل اللازم لكي يكون يوجد استقرار مقدي مطلوب فالرئيس الذي صرف مليارات الدولارات في ثلاث سنوات من عمر الأزمة الاقتصادية جاء اليوم ليطالب التشريع الذي بالطبع سيؤدي إلى تبخر ما تبقى من أموال المدعين تحت ذريعة دفع الرواتب وتأمين الدواء لذلك نتوقف اليوم عند أمرين إن الرواتب القطاع العام على لسان وزير المالية مؤمنة وبالطبع فالوزير لن يدفع من جيبه الخاص لسيما أن معلومات سبوتشت تؤكد أن هذه الأموال تأمنت من الإرادات والرسوم التي تمت جبايتها من المرفأ والمطار والجمارك بعد رفعها من 15 ألفاً إلى سعر منصة صيرفة أما فيما يخص موضوع الدواء فإن التهويل في غير مكانه لأنه سبق للرئيس مقاطي أن أمن تخطئة الدواء من الصحوبات الخاصة بلبنان SDR منذ 14-04-2022 إلى تاريخ 8-12-2022 وذلك من دون مسوح قانوني فأنفق 190 مليون على الدواء فلماذا لا يستمر باستخدام تلك الأموال لتخطية دعم الدواء؟ تؤكد مصادر قانونية لسبوتشت وتحسم الجدل بالقول كان يفترض أن لا يصار إلى صرف أي مبلغ من أموال SDR إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب وكان الرئيس مقاطي قد صرف 636 مليون دولار من أموال SDR حيث خصص منها حوالي 14 مليون دولار لجوازات السفر كرما لعيون هشام عيتاني وشركته وصرف للقروض 93 مليون 544 ألف دولار أما الكهرباء 221 مليون 598 ألف دولار كما تم تخصيص 111 مليون دولار لدعم القمح إضافة إلى مبالغ لأمور أخرى غير طارئة أيعقل أن شهية مقاطي كانت كبيرة لهذه الدرجة في صرف كل تلك الأموال الهائلة من دون قانون ويعجز اليوم فجأة عن صرف حفنة من الأموال البسيطة لتخطية الدواء بحجة القانون وكما تصرف الرئيس مقاطي على مدى ثلاث سنوات بموضوع السحب من الاحتياط بدون تشريع من مجلس النواب كذلك فعل مع السحبات الخاصة فما الداعي اليوم لطلب التشريع الذي يخدم اختفاء ما تبقى من أموال المودعين في حين أنه لا يزال في حساب الدولة من السحبات الخاصة ما يكفي لتخطية دعم الدواء والقمح فيما الرواتب مؤمنة من الإرادات والعارفون بسياسات مقاطي المالية يدركون أن ما يريده لا يتعلق بموضوع تأمين الأموال بقدر ما يتعلق بأهداف سياسية يخطط لها مع حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بره فالأول يريد حكومة كاملة المواصفات تطلب التشريع وتتصرف كما يحلو لها في كافة المواضيع والملفات فيما الثاني يريد وضع الجميع أمام الأمر الواقع وفتح باب المجلس للتشريع وكأن الأمور طبيعية في ظل شغول رئاسي مستمر منذ أكثر من دسعة أشهر وغياب تام للمكون المسيحي من أجندتهما أما الهدف المبيت لمقاطي وبره من طلب التشريع للصرف من الاحتياط فهو تأمين الغطاء القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي الذي صرف بناء على طلبه مال مليارات بدون الاستناد إلى قانون يشرع له المسب الاحتياطي فأين نواب الأمة النائمون منذ سنة تقريباً على تجاوزات الحكومة؟ وإن هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ليحاسبوا مقاطي على هذه التجاوزات؟ هذا الأمر لا يهم نجيب مقاطي أو يهم أعضاء الحكومة بل يهم مجلس النواب ويهم كل لبناني وفي الختام نسأل المشاهدين هل سمعتم برئيس حكومة يقوم بما يريده في أي دولة بدون محاسبة؟ شاركونا تعليقاتكم شاركونا تعليقاتكم